السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناة سناء مبسوط نتمنى هاد الفيديو دي نهار اليوم يلقاكم في ساحة جيدة كما كتشوفو معي اليوما نقدم معاكم لشبونت صراحة ان كيجي المنظر ديالها رائع وكتجي شيشة مهم كتعطينا كمية زوينة بهاد المقادير اللي غنتقاسمها معاكم مهم الى اعجبكم الفيديو وما تنسوش ديروا ليالي لايك فضلا وليس امرا مني وتبارتاجوا هاد الفيديو فى مواقع التواصل اجتماعى باش تعمل فائدة ولي بقي ما اشترك اشترك فى القناة ديالى بالتغطى على زر الجارس باش يوصلوا كل الجديد ديالى مهم ندوز المكونات وطريقة التحضير مهم عمدون ان شاء الله فى طريقة تحضير ديال ريشبون اللي كانحتاجوا لها مية ومسا وشرين جرام ديال زبدة مارغارين كنحتاجوا لها تقريبا نصف كاس ديال بودر باتيسيا بقياس كاس العنبى كاس ديال زيت المائضة هنا نسيت محطيتش كاس ديال سكر الحبيبات بنفس القياس ديال الكاس العنبى هنا عندي قرصة بالملح هنا عندي مدام انا نديرا نصف المكونات هندير هر قشور ديال نصف حامضة مشي حامضة كاملة حيث انا ما ديراش مدبلة للمقادر هنا عندي جوج بيضات وعندي ساشي ديال الخامير الحلويات من وزن ثمانه جرام وعندي نصف ساشي ديال الفاني مهم ندوزه على بركة الله فى طريقة التحضير مهم نضيفه سكر حبيبات كما اسبقى وذكرت فى قياس العنبى هنا سنحاول ندخل هاد سكر حبيبات في هاد الزودة يعني ستدخل اليمزيان ونطلقه بعد ما دخلت السكر حبيبات في الزودة بحالة الشكل ونطلقه هنا سنضيفه الزودة بالكسب العنبى هنا سنخدمه نضيفه نضيفه بطريقة هذه مع السبدة و السكر حبيبات كما تستعملها نضيفه بطريقة هذه بكف ديالي نضيفه 5 مره بحلقة نضيفه الزودة مع الزودة والسكر حبيبات في هاد الزودة نضيفه البيض نضيفه بالكسبة ونضيفه البيض مع الزودة ونضيفه قشور نصف الحمضة حيث نضيفه نصف المكونات سوف نضيف بودر باتيسير التي تعطينا المدى وفي نفس الوقت اللون فد الحلوة سوف نضيف سكر فاني سوف نضيف سكر فاني ونضيف لنضيف ونضيف ونضيف لنضيف 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 الخليط لن يكون مرتب بذلك لنقطع لا يكون قاسح ونضيف كأس لنضيف نضيف رجل دخلت الكبير لنضيف غير عيني ميزاني هنا سنخلط الدخاق ونرى الخالات هنا سنزد الدخاق يعني الكأس الثاني هنا الكأس الثاني يعني لا نضيف الدخاق دفعة واحدة ثم نضيف ن test ثم نضيف الكأس الثاني ونضيف الكأس الثاني يجب أن تفعل الفرن السخن المقبل كما ترون بقليا لا تجمع سوف نقوم بقليا 8 غ نقوم بقليا بعد أن نضيف الخانير نضيف خالط نضيف الخالط سوف نزيل المتقيق في الأول تلصق بين الأصابع يوجد يجمع نضيف خالط أصابع نضيف خالط ثم يوجد نضيف خالط نضيف خالط ترجمة نانسي قنقر نحزه 4 قوس و نصف نرى الى حلقة أنتصف المحكومة في الغابة ننقر مأحسس الآن نستخدم الفرن سوف نضع لطاق في البابيس الفريزي نضع العجين كويرات بحجم صغير سوف نضع فوق وحدة يكون الكريات متساويين سوف نضع العجين نضع العجين تقريباً 1-10 جرام سوف نرى ما على حساب اذا سوف نضع ميزان سوف نضع المعجم سوف نضع الحجم سوف نضع المعجم سوف نضع المعجم سوف نضع المعجم نضع الكويرات تريد سوف نضع المعجم سوف نضعه نضع الكويرت هذا الشكل كما ترونه في اللاطا مهم ما نتحدث عليكم فيديو سوف نقوم بكوير الدري من الكمية التي حسننا عليها يعني في هذا النص المقادر مهم هناك تزيين سوف نخدم بالمشماش هنا بالنباج هنا بالكوك الكوك الخاص بالتزيين مهم ندود ان شاء الله التزيين ديارها هنا انا بعد ما ادفت ليها غير شوية سوف ندير لها الناباج و الكنفيتير مهم ندير لها الكنفيتير و الناباج يعني نفس القياس الكنفيتير و نحرك فيها سنحسبها تلبست ليها كام لب الكنفيتير و الناباج مهم و انتم لا تتخلطون و انتم لا تتخلطون و انتم لا تشاهدون مهم و هذا النباج و الكنفيتير يعني يكون بارد و انتم لا تحتاجها و ان شاء الله سوف ندير من شاء الله و لكن سوف نعطيكم ملعقة سوف ندير 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 جميل و اننا سوف ندير 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 و لا تنباج ندير المنزل هل تنباج وهل نتباج من المانتظر الكلمة ندير ملتعين لا تفعل نظر لا تفعل نظر انين نضيف نفس القياس نضيف نفس القياس نضيف الاخرار نضيف لمعزا لنضيف الاخرار نضيف الاخرار نضيف الاخرار نضيف العراج أو الاجتماع نضيف الطرق نضيف النسك نحاول نلصق كل جوج نضيف حركة نحاول نلصق نضيف حركة نضيف حركة نضيف حركة بارنا نضيف حركة نضيف حركة نضيف حركة رائع نضيف حركة نضيف حركة بالتسبب لا ينتج ان ينضيف حركة كما تشوفوا من هذا الشكل نضع طبق ننقذ فيه ننقذ ننقذها لن تباعد لن تقصق ننقذ 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 تباعد نحن نفط ننقذ مضاق ديالها صدقوني انا زيت فيها شوية طروح ديال بودرفاني ليعطاها مضاق جميل مع ذلك القشور ديال الحامض اللي درنا فيها في الأول مهم تكون من أحسن ديروا لما كانت عندكم بودرفاني ممكن تديروا مهم طريقة الاحتفاظ بها نديرها في تلاجة لا نخلوه على بره هكا باش ما تخسرش لينا مهم التدوق ديالها من أحسن خلواتها تباس باش ندوقوا هكا باش يعني كت ترتاب لنا مع ذاك الكنفيتو وذاك الناباج يعني كيدخل فيها يعني مشي في النهار لو ندوقوها مهم ما تبخلوش عليها باللايك وبالبرتاج مهم خليتكم في أمان الله وإلى فيديو آخر إن شاء الله